من هذه المقدمة أو لابد من شرحها أو استكمال جوانبها كنا تكلمنا عن الافتخار وما فيه من النهي وجوازه في الحرب وجوازه في الصدقة وذكرنا أن ما يشبه الافتخار من قول النبي أنا النبي لا كذب من قول النبي أنا سيد ولدي آدم ولا فخر وقول بعض الصحابة أنا أول من رمع بسهم في الإسلام هذا كله من باب البيان إما ليقتدي به الناس في الخير وإما يعني للتحدث بنعمة الله وأن الأنصار كانوا يتنافسون في الخير هذا من باب التنافس بقي بعض التنبيهات المتعلقة بالنهي عن الافتخار وهي مهمة أول هذه التنبيهات هذه النصوص الواردة في النهي عن الافتخار سواء افتخار بالنفس أو افتخار بالآباء هذه النصوص المتكاثرة في السنة كلها تدل على عظمة الإسلام وأن هذا الدين جاء لينهي مسألة الطبقية والعنصرية بين الناس والقبلية وأن الناس كلهم سواسية عند الله لا فضل لعربي على عجمين إلا بالتقوى هذا يدل على عظمة الإسلام وسمو تعاليمه يعني فلنتصور أن شخصا يفخر بنفسه وعنده شخص يسمع أو يفخر بآبائه وقبيلته كيف الشعور ذلك الشخص الجالس وهو أخوف في الإسلام كيف الشعوره تجاهه وهكذا هذه الشعورة وهكذا هذه الشيالات التي نسمعها ونطرب لها أحيانا يعني تكون في قبيلتنا أو في فخيذتنا القريبة كل هذا إذا سمعه الآخرون من القبائل الأخرى يأتي في نفوسهم يعني أنتم لستم أفضل منا أو لا أنتم لستم أفضل منا فينتج عن الناس أو ينتج في الوسط يعني تنازع بين الناس وتشاحن ولذلك نهى الإسلام عن هذا كله والصحابة لو رأينا ذلك الحديث الذي ذكرته أخذها وأنا الغلام الغفاري استنكر الصحابي قال ما أرى إلا أجره قد بطل مما يدل على أن ذلك الوسط أصبح التفاخر عندهم معدوما وإنما يفخرون بالإسلام وهذا من أهل بدر وهذا كذا وهذا كذا يعني اختلف المنظور لما جاء الإسلام عما كان عليه أهل الجاهلية التنبيه الثاني أن الافتخار بالآباء أو بالقبائل في الحقيقة لا معنى له لأن الناس في النهاية أبوهم آدم عليه الصلاة والسلام ثم هو افتخار بكسب غيرك يعني لما الإنسان يفتخر بأبيه وبجده يعني هذا ليس كسبك هذا كسب غيرك فإن لم يكسب هو كما كسبه لا ينفعه ذلك الكسب لذلك كانت تفتق العائشة رضي الله عنها كل لؤم دونه كرم فالكرم أولى به وكل كرم دونه لؤم فاللؤم أولى به يعني أن أولى الأمور بالإنسان خصال نفسه فإن كان كريماً وآباؤه لئام لم يضره ذلك وإن كان كريماً وآباؤه لئام إن كان كريماً وآباؤه لئام لم يضره ذلك والعكس إن كان لئيماً وآباؤه كرام لم ينفعه ذلك ولذلك يقولون في المثل كن عصاميا ولا تكن عظاميا عصاميا هو الذي شرف بخصال نفسه وعظاميا هو الذي شرف بخصال غيره بالعظام البالية بآبائه وهي بعد أن صاروا عظاما فيقول كن عصاميا وهذا المثل هو نسبة إلى عصام بن شهبر الجرمي يقولون هو من أفصح العرب ومن أشجعهم وهو مضرب المثل في من شرف بنفسه أو بالاكتساب لا بالانتساب وفيه يقول النابغة الذبياني نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكرة والإقداما وصيرته ملكا هماما وألحقته السادة الكراما طبعا ليس معنا كن عصاميا يعني تفتخر بأمجاز نفسك وإنما اتصف بالآباء قلت معنا كن عصاميا ليس معناها الافتخار بالنفس وإنما معناها الاتصاف بالصفات التي تشرف الإنسان يعني عليه لأن صفات آباءه ليست شرفا له إنما هو يشرف بصفات نفسه ولذلك يقول الشاعر اللهم صل على سيدنا محمد وما الحسب الموروث لا در دره بمحتسب إلا بآخر مكتسب وما الحسب الموروث لا در دره بمحتسب إلا بآخر مكتسب إذا العود لم يثمر وإن كان شعبة من المثمرات اعتده الناس في الحضب فينبغي عن الإنسان أن يعتني بالصفات وأهم هذه الصفات هي التقوى كما بيّن الله سبحانه وتعالى وكما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأكرم الناس أتقاهم كما قال عليه الصلاة والسلام الأمر الآخر لا أدري هو الثالث يعني ليس معنى أنه عن الافتخار العدم الافتخار بالنفس أو بالقبيلة أو بالآباء ليس معنى عدم محبتهم فمحبة الإنسان لعشرته هذه جبلة جبل الله الناس عليها فالإنسان يحب أباه ويحب أخاه ويحب عمه وكلما بعد كلما كان الناس أقرب إليه كلما كانوا أحب وهكذا قبيلة أقرب من غيرها فهي أحب لديه ولذلك في حديث واثلة من الأسقع قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه فقال عليه الصلاة والسلام لا ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم وهذا في المسند وسنن أبي داود وهكذا في حديث من مسعود قال مثل الذي يعين قومه على الظلم كمثل بعير ردي في بئر في الحديث ما أكتمل انقطع السناب قبل لا يكتمل وهو حديث من مسعود قال مثل الذي يعين قومه على الظلم كمثل بعير ردي في بئر فهو ينزع منها بذنبه هناك شيء تذكرته وهو في الافتخار حتى لو كان الإنسان يعني عصاميا لو كان فيه الصفات الجليلة لا ينبغي أن يفخر كما ذكرت بل إن مدح الإنسان إلى نفسه أمر ممقوت ربما يضعه ذلك عند الناس بل كلما يعني كتم فضائله كلما علم الناس بها وزاد في أعينهم قصة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مشهورة جاء من شنقيط من بلاد موريتانيا للحج ثم نزل في ميناء خيمة وكانت خيمته قرب أظن الأمير كانت خيمته قرب الأمير خالد سديري حسب ما أتذكر من القصة وكان بعض الأمراء أو بعض الوجه معه فيبدو أنهم استضافوا عندهم رأوه واستضافوا عندهم وصاروا يتناقشون في الأدب في الشعر والشيخ ساكت لا يعلمون حاله ويعني رث الهيئة كما هو معلوم من حال كثير من أهل البادية فصاروا يتناقشون وهو ساكت يعني لم يخبرهم بما عنده من العلم مع أنه من أعلم الناس إن لم يكن أعلمهم في هذا القرن المنصرم حتى أنه ذكر عن الشيخ بن عثيمين أنه لما سمع به طبعا هو بعد ما علموا به يعني توسطوا له وادخلوه الظاهر على الملك خالد رحمة الله عليه وطلبوا منه البقاء في المملكة العربية السعودية فاشترط عليهم أن يكون في المدينة فكان في المدينة ولا زال أولاده إلى اليوم في المدينة رحمة الله عليه وهو صاحب أضواء البيان هذا الكتاب المشهور وعنده تفسير في الحرم يعني ارتجالا وهو مسجل من أشرطة مفرغ من أشرطة إذا قرأت التفريغ تظن أنه كتاب مؤلف من أدقي الكتب تأليفا وهو مجرد كلام يعني يذكره كان في زمنه وهو له بعض الأشرطة الآن موجودة في اليوتيوب ربما سورة الأنفال وصورة هود أو غيرها من السور يعني آية من الشاهد أنه كان آية من الآيات في العلم ومع ذلك لم يعلم الناس بعلمه إلا بعد أن سألوه يعني لو كان هذا العلم عندي أو عند الآخر لسمعت الدنيا بذلك فهذا يدلون على أدب هؤلاء العلماء وأن من الأدب أن لا يذكر الإنسان محاسن نفسه أو ما عنده من الخير إلا كما ذكرت لكم على سبيل يعني التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى أو رجاء أن يتبعه أحد في ذلك أو يقلده الناس أو يتنافسه في العلم ونحن هذا وعلى طريق المنافسة سأذكر لكم قصة أيضا وهي وقعت بيني وبين أخونا ومسي عليه بالخير حمد المصالح القمرة الله يحفظه أصبح الآن من العلماء البارزين أو من طلاب العلم الأقوياء أنا أقول أنه من العلماء إن شاء الله أخونا حمد كنا خارجين مع الدعوة في سبيل الله وحفظت القرآن أنا يعني في سنة 92 تقريبا وعمري إن شاء الله كبير على كبار بعد أن خرجت مع الدعوة فثم خرج معي حمد في مرة من المرات وكان متعجبا يعني عندما أبين وأقرأ القرآن وأستشهد بالآيات والحفظ القرآن عندنا يعني شيء عجيب الذي يحفظ القرآن طبعا عند الموريتانيين الذي لا يحفظ هو الشيء العجيب ولا المفترض في الناس أنهم يحفظون كتاب الله المهم جاءني مرة وقال يا كيف حفظت القرآن وكيف أنا أحفظ القرآن وطبعا من قبيلة النابت فأنا أردت يعني تحميسه وهم من أهل الديانة ومن أهل الصلاة يعني هذه القبيلة يعني هذه القبيلة قبيلة دينة جدا يعني حتى الشباب العاديين منهم يعني الغير متدينين تجده لا يفرط في الصلاة ولا يفرط في النوافل وتجد فيه من الديانة خصوصا فيما يتعلق بالعبادة بالصلاة الشيء الكثير الذي ربما لا يكون عند كثير من طلاب العلم المهم حمد لما سألني أردت تحميسه شوي فقلت لها النابت لا يمكن أن يحفظ القرآن يعني واحد نابتي يحفظ القرآن هذا يعني أظنه صعب عليهم فهو يبدو أنه زعل فحفظ القرآن في سنتين من ذلك الوقت بل ودرس العلم درس خليل يعني فقه خليل مختصر خليل وفي الفقه المالكي هذا وهو في دورة أسكرية في دبي حفظ القرآن وحفظ القرآن ودرس الفقه فقه المالكي يعني أتقنهم ثم درس الفقه الحنبلي وتجاوز الكثير من أصحابه أو مشايخه وتجاوزني أنا وتجاوز غيري لكنه من أيضا فيه سماة أهل العلم من لا يريدون الظهور أو لا يحبون الظهور أنا في الحقيقة أسميه لشدته حماسه للعلم ويعني عدم ضياع وقت من وقته أسميه السيوطي لأن السيوطي رحمة الله عليه ربما لها ستمائة مؤلف أو أكثر وحمد الله يحفظه يعني أنا إذا ألفت كتابا تجده قد ألف خمسة كتب يعني ما إن شاء الله يعني سريع التعلم وسريع القراءة وسريع الكتابة وهذه يبدو أني خرجت عن موضوع التفاخر نرجع إليه من التنبيهات ليس معنى عدم التفاخر أو النهي عن التفاخر أو النهي عن الافتخار ليس معنى أنه ليس هناك فضائل بين القبائل وفضائل بين الناس لا هناك فضل في أجناس الناس بين أجناس الناس يعني فضل القريش على غير قريش فضل بني هاشم على غير بني هاشم وكذلك فضل العرب على العجم الله أنزل القرآن عربي ومحمد عربي ومحمد قراشي رضي الله صلى الله عليه وسلم فهناك فضل من حيث العموم طيب مدام أن هناك فضل ما موقف المسلم من هذا المسلم أحد رجلين وأحد شخصين إما أن يكون من الطائفة الفاضلة يعني من قريش من بني هاشم أو من العرب وهو يتحدث عن فضائلهم فهنا لا ينبغي عليه استشعار فضل نفسه يعني من هذه الحياة فلا ينبغي عليه أن يستشعر فضل نفسه وهو يتحدث عن فضل قومه أو فضل قريش أو فضل العرب بل يتحدث بذلك لأن الله يعني فضل هؤلاء على غيرهم من الناس وهذا من باب البيان فإن استشعر فضل نفسه فقد مقت نفسه فإنه ليس معنى فضل الجنس فضل الشخص فرب شخص آخر من غير قبيلته أو حتى من غير العرب يكون أفضل من كثير من قريش ففضل الجنس لا يقضي فضل كل الأشخاص كما أن صحيح البخاري ليس معنى كونه أصح من مسلم أن كل حديثه من صحيح البخاري أصح من كل حديثه من صحيح مسلم بل يوجد في صحيح مسلم ما هو أصح من أحاديث صحيح البخالي أو بعض أحاديث صحيح البخالي وإما أن يكون الشخص من الطائفة المفضولة فهو يتحدث عن فضل الطائفة الفاضلة هنا إذا كان مستشعرا في نفسه اتباع الحق واتباع الدين وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويعني راضيا بأمر الله سبحانه وتعالى ومقتديا بسنن النبي عليه الصلاة والسلام ومقائما بالطاعات والواجبات هو أن يكون هذا الشخص أفضل من كثير من تلك الطائفة الفاضلة والأمر سيان حتى بين النساء والرجال الله سبحانه وتعالى فضل جنس الرجال من حيث العموم على جنس النساء وهكذا جنس الذكور مفضل على جنس الإناث لكن قد يكون في الإناث من هو أفضل من كثير من الرجال من حيث الجنس وأما الأمر في النهاية يعود إلى الطاعة وإلى التقوى الله سبحانه وتعالى يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض فهذا ما عندي الليلة فيما يتعلق بالفخر وهذه المقدمة أو هذه التنبيهات وسأحاول أكمل المقدمة بشكل سريع قال بعد ذلك بعد قوله صلاة ربي وسلام سرمد على أجل العالمين أحمد قال هذا وإن العلم بلا أنساب يعرف فضله ذول ألبابي من يعتنوا بسيرة المختاري والبحث في الرواة والأخباري فعن لي نظم يكون فيه خلاصة منه لطالبيه لكنه إذ كان ذات شعبي رأيت قصره على قوم النبي إذا فقد سميته عقد الذهب بالكسر من عقد بفتح للنسب وعلني في قادم الأيام آتي من الأنصار بالمرامي قوله هذا وإن العلم بالأنساب يعرف فضله ذول ألبابي علم النسبي له فضل في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول السنن وحديث صحيح تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحمكم وهنا يقول هذا وإن العلم بالأنساب يعرف فضله ذول ألبابي من يعتنوا بسيرة المختاري والبحث في الرواة والأخباري الذي يعتني بالسيرة يعلم أن العلم بالنسب يوضح له السيرة ويجليها له يعني في أتم صورة فيكون كأنه يرى هؤلاء الناس الذين في سيرة النبي كأنه يراهم بعينه لا أنه فقط يقرأ عنهم بسبب ما يعلمه من أنساب بعضهم إلى بعض من اعتنوا بسيرة المختاري والبحث في الرواة والأخباري أيضا الباحثين تذكرت أبيات البدوي رحمة الله عليه في عمود النسب يقول في مقدمته وهو يتكلم عن فضل النسب يقول وليس للنظر في علم السير بدونه يعني بدون علم النسب وليس للنظر في علم السير بدونه لا قراءة الخبر فإن جمعت النسب الخطيرة وسيرة تكون بهم خبيرة حتى كأنهم حتى كأنهم بعين نقصي في السكي النقصي يعني الكتاب في السكي الكتاب حتى كأنهم بعين نقصي في السكي قد لاحوا لعين الحسي يعني كأنك تراهم عيانا أمامك فهذا العلم علم جليل ولذلك قال اللهم صلى الله عليه وسلم من اعتنوا بسيرة المختار والبحث السلام عليكم أذن الأذان لكن يساوكم إن شاء الله بشكل سريع يقول هذا وإن العلم بالأنساب يعرف فضله ذو الألباب من اعتنوا بسيرة المختار والبحث في الرواة والأخبار أيضا من اعتنى بالبحث في الرواة والأخبار يعلم قيمة هذا العلم مثلا في صحيح البخاري عبيد الله بن عدي بن الخيار يسأل وحشية ابن حرب عن قتله لحمزة لماذا بالذات عبيد الله هو يسأل وحشية ابن حرب وسأتي الكلام عليه لأنه كان وحشي يعني تفرس فيه وعرف من هو مع أنه لم يره من قبل لأن وحشيا كان مولا لهم ولذلك سار عبيد الله يسأله عن قتله لحمزة والبحث في الرواة والأخبار لكنه إذ كان ذات الشعبي قال فعن لي نظم يكون فيه خلاصة منه لطالبه لكنه إذ كان ذات الشعبي رأيت قصره على قوم